يا عربيني ضيفه ومعاريب برية الكل ما تعرف الشاك والريب من سامعنا على المكرم تعي مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً بكم في لقاء جديد فريد مفيد بين قصة و قصيد و جميل حصيد ننطلق و إياكم مع الجمال و الكمال و الدلال و الروعة و الإبداع و الإمتاع اليوم ما شاء الله تبارك الله تكتمل يعني حلقتنا بجمالها و كمالها اليوم عبد المحسن الضوحي الله يسعده ما حطه على الصامت فبيحطه على الصامت الحين إن شاء الله تعالى اليوم لما ترن الأجراس تقول رأيها أنت تاج على الرأس طيب اليوم سالم المري قال أسمع حتى كذا بزعل أسمع قال أنا المرة هذي بختار الرجال ليه سالم كلها واحد أقول أسمع حتى ما يبي يناقش ولا يبي ناخذ وعطي معه ما أدري من اللي مزحله ما أدري من اللي إذا فقلت له سب سب من اللي تبي طال عمرك فجلس و أخذنا الفنجالين أنا لا أخفيكم بعد الفنجالين سنه روق شوي أيوة ما أطاكم الله اليوم ما شاء الله تبارك الله يشرفنا وأهل عنيزة ما شاء الله يعني دائما مبدعين أسأل الله أن يسعدهم جميعا وجميع المسلمين ربي يا الله اليوم حبيبنا عبد الرحمن صبيعي أبو عبد الله الراوي الجميل أبى إلا أن يشاركنا رغم الظروف ورغم المشوار إلا أن يشاركنا طيب ليه يا أبو عبد الله وشي الحكمة قال أنا عندي من الجمال ما أقدمه وأبغى الناس تدعي لي قالنا الأبشير بالخير أبشير بالخير يبي يدعا لك وبيحبون تدخل الصور عليهم ومورا على ما قال تسعد بها حيا الله أبو عبد الله يا مرحب ويا مسهلا نورنا يا حبيبي الله ينورنا الله يسعدك نور الجمعة إن شاء الله الله يبارك فيك الله يحب ويرفع قدرك في الدنيا في الآخرة أيضا بعد غياب الزعيم اليوم شرفنا ما شاء الله تبارك الله والزعيم طبعا كان بس عاد مني بيني وينكم كان تعال هنا يا عوض تعال عندي هنا تعال عندي في مصر كان في مصر ما ودي أحد يدري فجاي عاد نشوف وبعدين طريق الصحراوي في إثناك ألعب فيه لب رايح جاي ودي الأرياف وده بص على الجنينة دي بص على الغيط بص على الشي سمونها الشي سمونها الفددين الفددين بتاعتنا ده ده بسم الله ما شاء الله فدنا المعلم وفي الغيط ورد جاء الماشية ماشية طيبة عندنا بناخذ منه اليوم رحلته كالت في سيخ فطير بالسمن البلدي كالت لازم تروح لمصر وتروح الأرياف لازم الفطير هذا الصباح الفطير والجبن والقشطة البلدي والعسل والناس في الأرياف في اللاحين وماشاء الله تبارك الرحمن الكرم الكرم وشونا تقول للشخص كريم الكريم الله سبحانه وتعالى وتقول فائق الكرم لما ينفق من قلة يعني ما عنده ملأة يعني ومع ذلك يصر رغم رغم وضعه يعني مزارع بسيط يعني ويصر رغم هذا اللي يكرم ولا يبغى مكشف هذا هذا الكرم ما شاء الله هو مصر وهالمصر يعني ما يحتاج معه قال 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 إذا بغيت الجمال العصري نخليك مع المصري نعم أبا قلبي حيالله شيخ بندر الله يحييك شيخ بندر سلمان الله يسعد أيوة أيوة يوم قلت شيخ بندر تكلم جوالك ليه ما أدري أنا اللي أدري جوالي يحبك وكلنا نحبك قال كب همك يا أبو عبد المحسن كبة الجوال أبدالك كل المحبة يا شلالك الله يحبك الله يسعد الله يكتبه زلك حيالة أبو عبد الله الله يبقي يوم مرحمتين عليها النور ويسرور ويشمنك طيب ناوي قرارات اليوم على الشباب والله عادي والله يطلع أمر على حسب على حسب يوم مرحب يوم مرحب حيالة أبو مطلك أبقاك الله شيخ عبدال screen الرجل الجميل الحكيم ما شاء الله تبارك الله الذي يتحفنا دائما بجمال ما لديه عسا الله نسعده والله نحن ما جئنا على ما قال لجلساتكم ومشاهدها الوجوه الطيبة لب عينك لكن اليوم حاضر عدبة ومشايخ وتقليت نفسي شوي فلذلك أبا أخلي الأحاديث والأشياء على ما قال ما يتكلم بها إلا بليغ لهم وبروح لمكارم الأخلاق كاف ومكارم الأخلاق من الدين وأهل نجد مثل أهل البيت الواحد المجتمعنا هذا يجوز أهل المملكة كلهم شرق وشمال وغرب وجنوب ما عاد هنا أهل نجد كلها لكن عاد أهل المملكة الآن في مجلسنا هذا من الجنوب ومن القصيم الشمال من هناك والمري من الشرقية وبلغ واصل على ما قال من الجنوب أيضا وانت من جهات المجمع حاملناك والوادعي من جهات جيزان وش خليتو الودعاني وراي ماسك على الوادعي أنا الودعاني إذا قلت الوادعي ترى الودعاني يعني ملحي خلونا متفقي حلوي حيالله أبو علي الله يبقيك طويل عمرك بهالنور وهالسرور بخير جميع يا رب اليوم سنك سنك يعني مستحين شوي وش قصك أنا دائما مستحيت دائما الحياة شعبة من الإيمان الله لا يحرم من فضله الله يسعدك أبو عبدالله آمين وياك حيالة أبو عبدالله الله يحيي يا مرحبتين الله يسعدك يبارك فيك الله يحفظك الله جأت أنا بالجاية الله يبارك فيك لبعينك الله يزاك أنت قلت قايلت شوي من يبجيها السبوع لا أنا قلت لأحد والأربعة دائما إن شاء الله لا بس بس إيه بس وهي زي أنا كذا عارف ليه لأنه لما يجي حبايبنا نفرح بجيتهم الله يبارك فيه فيفاجئنا يعني زي الزعيم طرف يعني أفاجئني البارح كان أنا بجي ما شاء الله وأنت الآن أسأله يسعدكم في الدنيا الآخر يا ربي فاجئنا اليوم اليوم جاء الحين لا معلمني أمس ومعلمك أنا أمس أعداد قد تسوي فيها ها مصر يا حبيبي مصر هكيد جايبل جايبل لنا منقة وجايبل لنا يعني بعض لا أمس أكرم أمري يا جمس جميلة ها أمس ديك رومي أمس كان كنا متعيشين في استراحة عبد العيز المقبل أسأله نيغفر له ويرحم عند ابنائه وكان اللي عزمنا علي ولده فالزعيم الله يسعده ديك رومي يا جميلة الخير أنا كل عمري ما كنت ديك رومي إلا قبل خمسة أيام لا قل ما تروح قبل ما تروح لمصر كنت أول مرة هاكله والبارح ما شاء الله كل صحان عليه حبتين ديك رومي هذا تنهذ بايح ما شاء الله تبارك الله الله يبيض وجيك لا سعدك ولذيذة صحيح لذيذة اللي أمس على فكرة اللذي من المرة الماضية وفيها العافية وش الحكمة الحكمة اللي أبطينا عليها على الضو في الفرن ونقصرنا عليها بفوق اي على نار هادية على نار هادية ودائما أي أكلة خاصة أكلات اللي تعمل في الفرن أكلات الفرن متى ذاك خل الوقت يطول والنار هادية يا سلام تأخذ أحلى أكل قال خل النار هادية والوقت يطول على أحلى طعم يا صاحب يتنول يا سلام سلام وش تقول يا ابو عمي ترامي يعني ما على هادية ولا شي جاء من مصر علموه شلون عاده هم أهل الديك الرومي أيو خذ عندهم كورس وجاء ما شاء الله هقول لك قبل ما نروح للمصر ما أكل هنا اي بس مثل طبقة البارح ما مثل البارح قلتك إنهزان أكثر اي ممكن ممكن ابو عبدالله أكلت ذيك الرومي ايه أكلت أكلت في مصر أكلت في مصر مصر ايه سلام ايه لكن أكلت هنا ابو عبدالله من حبائب ايه أكلت اه عندنا بالبيت وبعنزة ذيك لكنه عضل ما أدري هل هو مطبخ هل هو كبير يمكن كبير كبير عقبوه تركناه ايه كبير جسم وليسن ها يمكن كبير سن وجسم والله ما أدري لكن ذيك الرومي حق مصر يفرق يفرق بغاج لا لا ذيك الرومي اللي مزينها الزعية ممس والله فخم ما شاء الله شي مرتب ما شاء الله يعني فعلا لذيذ ذيكتها أنت يا أبو عبدالله والله ما أبضل الثلاثة اللي جاي فيها ذيك رومي الثلاثة الليلة الله حييكم كف كف ثلاثة كف الله أنك بطل الله أنك بطل فيظ الله بتشك إنك صرت أطي أقو بيض اللاوج بص 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 الليلة الليلة ديك الرومي يا سلام قال قومي يا نفسي قومي ما بجري بديك الرومي يا سلام وعبدالله أكلتها الله ما أتوقع ما أبعد أكلتها لا بإذن الله تأكل بإذن الله أنت بوع مطلق ما أكلتها وشو ديك الرومي ونحن ناكل ها الطيور والطيور ذاتر الله في القرآن ولحمة طيرا مما يشتقو يا سلام الديك والدجاج كله والطيور الأخرى كلها أنعام من عرض الأنعام هناك ناكلها لله الحمد خلاصت خلاصت ولا ما خلاصت وشو منك خلاصت من الكلام اي الديك الرومي نحن نتكلم عن الديك الرومي قالتها ولا لا والله ما أبرق بينهم يا أبو عبدالله الديك الرومي هذا كبرت أكبر أكبر هو الأحبارة آه يا رجل هو الحبارة أصغر لا ممكننا أكبر 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 منه لا لا ما أكلته لكن الليل أنسان الرجال استجبتوله اي يبقى روح ونشوف الديك الرومي يا الله الليل لحندنا زواج ما المشكلة حادي خير نجي لها الحلقة التالية لا لا نزبطها إن شاء الله حنويا أبو علي أكلتها؟ لا والله ما أكلت أبو عبدالله لا والله ما حصل لك شرف ما حصل لك الشرف واجب لا والله ما أكلت ولا أنت ما أكله والله ما أدري يا رجل قولك لا والله ما أكلت لا لذيذ والله ما أظنني ما أكل لذيذ لذيذ بتأكله بإذن الله تعال والله ما أظنني ما أكل اللي أكل أديك الرومي من المشاهدين أيضا لا بأس عطونا في الهاشتاك كيف كانت تجربتكم معه لذيذ مثل أبو عبدالله كان لحمته قاسي شنسميها ما أنجح مصر لذيذ لذيذ معنى كلمة لذيذ لكن إذا أكلتوا عندنا بعنيزة ما أبقى طبعا ما أستراحت مع زملاء قاسي يا أمم أنه مطبخ زين يا أمم أنه كبير بس يعطيك الجواب أبو عبدالكري نأتيكم الطريقة ونأتيها المشاهدين طبعا نجلبون ديك الرومي هي والعطمية الديك الرومي طبعا هو من الطيور اللاجنة بس نطيره كبيرة ودائما اللحم الكبير يعني تتبيثة صعبة جدا وطريقة سواء ياخذ وقت أنا الطريقة لأستخدمها طبعا الخلطات وهذه كلها عشي خلقها تصير زي الموية وبلبرة البرة الكبيرة أسحب الخلطة وأحطها في العضل كنك الطعم واحد عشان توصل للخلطة داخل اللحم وتبلغ وخليها 24 ساعة ياخذ حقه ثم ندخل للفرن من ثلاث ساعات لأربع ساعات على نار هادية بعدها تاكل أحلى ديك الروم يا سلام ما سعى الصدر ها ما سعى الصدر أيها أربرة وتتبيل وأربع ساعات هذا لازم 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 أنا بلاكس بسرعة أنا بلاكس طيب لا هوا أنا بياكل لازم أي كتلة لازم أي كتلة لازم أي كتلة لازم حتى الفخدة لو يدخل يفخد بالفرن ولا شيء بدون ما يدخل بالإبرة يدخل تتبيتها بالإبرة تدخل بين العضلات تساعد في السماء وتساعد في الطعب تصير خلطة واصلة لأهد العضلات أستاذ عواض مخرجنا أخبارك ما عديك الرومي ولا أروح ها أي لحمة بيضة أي يا سلام يقول هو من اللحوم البيضاء هذي شوف أنا مثل سبحان الله نفس لحمة الفراخ نعم لكنه لذيذ وكيف تضبطه يا أستاذ عواض حولتها على المدام أبيك أنت أنت والله يقول لي أدوك أحمل بيض بس والله ما أدري عنك من يجي البيض نشوف إن شاء الله يا حبيبي الله يسعدك أبو راكار اليوم القراءة تعطينا تتبر بنخلي الشيخ أبو عبدالله أيضا يعطينا تتدبر القراءة عندك